يمكن البعض يقول إنه هذا التعليم صعب يعني إنه المسيح عم بيطالب أمور صعبة كيف في أحقق هاي الأمور اللي المسيح بيطالبني فيها يعني فيه ديانات سهلة بصراحة يعني سهلة جداً أسهل شيء إنه واحد يتبع ديانات تانية لكن أنكر ذاتي أحمل الصليب أحب من كل القلب المسيح يكون أولاً وأخيراً في حياتي أحبه من كل قلبي كيف ممكن أطبق هذا التعليم في حياتي هو المسيح ما قال ناشي الموضوع ده وصابنا قال من يترك أباً أو أماً أو إخوة أو أخوات أو حقول أو أموال يأخذ في هذا الزمان مئة ضعف وفي الدار الآتحات أبدايا نمرة أتنين أنا لما أشبه المسيح بمتلك كل ما هو لي فهوة لكم سلطان المسيح ليك يعني التلميذ الحقيقي هو يتمتع بكل على فكرة نحن نملك كل ما يملكه المسيح هو قال كده فأنت ما عندكش أي احتياج ولا أعواز وبالعكس المؤمن الحقيقي التلميذ الحقيقي واصق في كلام سيدو أنا لو غمضت عيني هنا هكمل في السماء أنا خدت حياة اللي واخد حياة ده واخد حياة المسيح على فكرة التلميذ الحقيقي لو تحط في أي مكان عنده غير يقدم محبة المسيح دون خوف ما بيخافش ما فيش حاجة عنده على فكرة من أعظم حاجة للتلميذ أنه بينتزع منه الخوف ما فيش حاجة تخوف يخوفني إيه؟ أكتر حاجة للتلميذ أنه جبار بأس أكتر حاجة للتلميذ أنه ما يخافش أكتر حاجة للتلميذ أنه كل احتياجات ومساردات مرة المسيح على التلميذ لما أرسلتكم هل أعوازتكم شيء؟ قالوا لا البعض بياخد الآية دي بيقولها لكل الناس لا ده لما تكون فيه إرسالية لما تكون تلميذ مش هخليك محتاج حاجة لما أنت تكون مش محتاج حاجة أنت محتاج إيه تاني محتاج سيد بيرعى كل أمورك مش هتبقى يعني أنت مش بتضحي ده أنت بتمتلك ما لا تمتلكه من الزكاة أن أضيع كل ما أمتلكه الفاني حتى أمتلك كل ما لا يمكن يستطيع العالم كله أن يفني أو يضيع منك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر